ليه المسلمين يمنعوني ان انا ادخل مكة؟ طيب صلي على النبي اه انت مش مسلم المسلمين بيمنعوكم ان دخول مكة بالمنطق والعقل اولا لان المنطقة اللي في مكة اللي احنا قولنا حدودها دي مفيهاش اي حاجة غير مناطق عبادة يعني حضرتك لو تفرجت على التلفزيون في اي وقت مسلا المنطقة انك هتلاقي يا اما ناس بتصلي يا اما ناس بتعتكف يا اما ناس بتصلي عند مقام ابراهيم مفيش هناك اي حاجة بتحصل غير اقامة لبعض شعائر المسلمين فانت كشخص غير مسلم هتروح هناك مش لحاجة تعمله مفيش اي حاجة هناك تعمله انت رايح مكان مفيش فيه اي دور انت قدر تقوم بيه فاصلا هتروح مش لحاجة تعمله يعني زي مثلا عسابين مثال مثلا حضرتك جيت تروح مثلا مدرسة في وقت امتحانات فادارت المدرسة اللي عادي تدخل قالك ليه قالك والله كل اللي في مدرسة جوا مجموعة طلبة ويمتحنوا فمفيش حد موجود غير الطلبة وقعدين بيمتحنوا فانت هتخش منكش دور هم طلبة وقعدين ويمتحنوا ومرقبين بيرقبوه ففيش حاجة تانية تحصل فالمسلمين اللي هكوا جميع المسلمين قاعدين في اماكن مقدسة عند المسلمين بيعملوا شعائر المسلمين مفيش حاجة تانية غير كده فانت هتروح مش لحاجة تعمله بداية ان احنا نفسنا كمسلمين لو سألت اي واحد بيسافر مكة بيسافر مكة يعمل ايه يا حج يا عمر مفيش حاجة تانية غير كده يعني اللي بيروح لمنطقة اللي هناك دي عند بيت الله الحرام وعند الكهبة ما بيعملش حاجة غير حاجتين دول يا بيحج يا بيعمل عمر فاحنا نفسنا كمسلمين ما بنعملش حاجة غير العبادة فانت كشخص غير مسلم هتروح هناك وشتل حاجة تعمله تمام فدي اول نقطة ودي حاجة منطقية يعني على سبيل مثال مثلا النصارى مثلا عندهم في الطقوس اللي بيختاروا بيها بابا النصارى لما بابا النصارى يموت وبيختاروا واحد جديد بيعملوا طقوس معينة بيختاروا بيها البابا بتاعهم التقوس دي من شروطها انه ما يحضرش إلا النصارى فقط انا كواحد مسلم لو جيتها روح وقالي من فرش تحضر مش هزعل الحاجة ليه ما هو خلاص نصارى قاعدين بيعملوا شعاية النصارى عشان يعملوا عبادة نصارى انا بليش دعو بيخالص فما يجي يقول لي ما تروحش انا مش هزعل بل بالعكس هبقى متفاهم طبيعي ما هونا هخش الكنسة جوه وعمل ايه ما هو اللي قاعدين يا بيقول مسلا بيقرؤوا وايات من الانجل يا بيصالوا يا كذا كذا انا بعملش اي حاجة من دي خالص فاذا دخولي بلوش اي معنى فاذا انا نفسي هتقبل الموضوع حياتي جدا لو يهود مثلا بيعملوا عبادة معينة في معبد يهودي والعبادة دي بتقول لي محدش ما يكون موجود ساعتها الا اليهود فقط فجيتها يدخل منعوني ولا اي مشكلة موضوع حيبقى منزبالي عادي جدا اذا الموضوع يعني منطقي وما فيش مشكلة هاي الواحد يقول لي طيب طيب احنا كنصارى بنسمح للمسلمين هو يدخل الفاتيكان طيب ليه المسلمين ما يسمحوش ليه ان احنا يدخل مكة طيب اقول لي حالك على حالك اولا في قاعدة مهمة لازم حالك تاخد ذلك منها ان العلاقة بين الاديان مهيش علاقة ايه 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 تبادل بمعنى مش الدين ده بيعمل لي كزا فقوم انا رده هاله وعمل له كزا لا ده بقاش دين يعني ايه ادي حالك مثال مثلا الانجيل بيعمر النصارى لما يدخل المعارك يقول له اقتل الهلاك يعني ما تدخل المعاركة اقتل الجميع الهلاك حتى تهلك هذي المدينة تقتل الكبار الصغار الاطفال الدواب تقطع الشجر تحرق للهلاك تهلكها كويس فاذا لو النهاردة جيش صليبي نصراني جي قتلني حسب انجيله هيخش يهلكنا هيقتل كل طيب لو جيت انا كمسلم في حرب ضد بلد نصرانية ودخلت الحرب دي عندي الاسلام امرني والنو سعى صلى الله امرنا ان احنا لا نقتل شيخ لا نقتل مرأة لا نقتل عجوز لا نقتل طفل لا نقتل راهب في صومعته لا نقتل شجرة فاذا انا مهدخل المعاركة مش هعمل اي حجم دي لهقتل طفل ولا كبير ولا كذا طيب لو انا خدت منطقك اقول خلاص طالما هما انجيلهم بيقولهم اقتل الهلاك خلاص انا اخش برضو ققتل الهلاك لا العلاقة لم تبقاش كده خالص ده مش منطق هو شريعته الي هو بيقوم بيها بتؤمر بكذا حاجة تخصه انا شريعتين انه بيقوم بيها بتؤمرني بحاجة تانية برضو حاجة تخص انت موضوع منوش اي علاقة بين ده تجاوز اختك لوحد نصراني؟ لا. ليه يا عمه؟ لو بالمنطق الغريب اللي انت فاهمه ده ان الحكاية مجرد تبادل هو وافق يجاوزني اخته فانا وافق اجاوز اخته. لا الموضوع مش كده. فاذا الشرائع ملهاش دعوة بفكرة ان هو عمل لي فانا اعمل له. هو قال لي فانا اقول له. لا كل واحد له شريعته اللي بيقوم بيها وهو ما اعتقد به. ما فيهش اي مشكلة. تمام? فدي نقطة كان لازم نوضحها عشان ما حدش يقول لك ايه. طب ما اصل الفاتيكان بيعمل لي انا مالي ومال الفاتيكان. هو عقلته بتقول له كده هو حر. موضوع ما يخصنيش. هو عقلته اللي بيقوم بيها وبتقول له كده. وانا عقلتي كمسلم بتأمرني بكده. هو برضو منش دعوة عقلتي. فدي النقطة التالية. النقطة التالتة. نحنا عندنا حاجة في الاسلام اسمها وقف. الوقف ده يعني ايه يعني واحد بيوقف حاجة معينة سواء ارض سواء بيت سواء فلوس بيوقفها الله سبحانه وتعالى. الوقف ده بيضل الى يوم القيامة. يعني نفعش مثلا نهارده انا اوقف حاجة معانة مثلا بيت معين لله سبحانه وتعالى وارجع السنة في السنة الجاية. لأ خلص موضوع خلص. فانا عندي الحرم المكي والحرم المدني ومسجد الاخصى دول وقف اسلامي دول ما ينفعش يتغيرو دول هيظلوا الى يوم القيامة ان ده حرم مكي وده حرم مدني وده مسجد اخصى. تمام. فهنا كان فيه نوع من الوضوح عند المسلمين احنا بنكلم غير المسلمين احنا بنقوله ان انت كشخص غير مسلم مش هتدخل المكان ده للابد لان هو للابد هيظل مكان عبادة. يعني الحرم المكي ده اللي احنا قلنا حدوده هيظل الى يوم القيامة زي ما هو كده مكان بتاع عبادة. فانا ما بقولك ان انت الى الابد مش هتدخله كلام منطقي لان هو للابد هيفضل كده مش هتغير. مش هيجي مسلا بكرة مسلا السعودية طلع قرار هنهدي كعب مسلا ونعمل مول تجاري. مش هيحصل. والاستعودية لو عملت كده احنا كمسلمين هنقف و هنرفض و هنمنعهم. فاذا ده كلام منطقي. الحاجة دي هتفضل طول العمر كده. المسج النبوي ده هيظل اليوم القيامة على هيئاته اللي هو عليها. فاذا كان كلام منطقي بقولك ان انت مش هتدخل المكان ده ابدا لان هو طبيعي هيفضل ابدا كده. الحاجة التالتة انه وضوح الاسلام ده في نوع من حفظ الحقوق. ازاي? ان انا بقولك ان المكان ده هيكون مكان عبادة وهيظل الى يوم القيامة هكذا. ده في نوع من حفظ الحقوق ان انا منصوبش عليك ما اقولكش مثلا خلاص السنة الجاية تقوله عادي. وتقوم انت جاي مسلا السنة الجاية تحط استثمارات معينة ومشاريع وفلوس وا 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 انا اقول لك لا على فكرة احنا رجعنا في كلام ما متوش دخليه. لا ده في نوع من عدم حفظ الحقوق. زي زي ما اي حكومة تعمل ممكن الحكومة تطلع قرار مسلا ان هي تفتح بابل استثمار تحط انت فلوس بعدها الحكومة تغلقه وفلوسك تروح عليك. انه نوضوح الاسلام وحفظه الحقوق ان هو بيقولك من قبل ما تعمل اي حاجة انت مليكش دور هناك ومش هتدخل. فبقولك ما تحطش هناك اي اسمارة بتعملش حاجة لان انت مش هتدخل مكان ده لا الوقتي ولا بعد ميت سنة ولا بعد الف سنة. فاذا ده نوع من الوضوح اللي بيحفظ الحقوق ومش ان انا انصوا عليك. زي بزي ما بيقولك اي حكومة مسلا ممكن حكومة تقر قرر قانون يحصل الانتخابات تيجي حكومة جديدة تلغي قوان لها قبلها والناس تفوصها تروح عليها. الحاجة الرابعة ودي حاجة غريبة ان انت بتقارن بين عقل بشر وعقل اله. حتى لو انت مش مؤمن بالاله ده. انت مسلا نصراني يهودي ولكن انت اكيد مؤمن بالمبدأ. المبدأ اللي هو ايه? ان الاله غير البشر. فالنهاردة مسلا ترامب عنده وجهة نظر. عنده فكرة. ممكن بكرة يطلع واحد عنده وجهة نظر افضل. عنده فكرة احسن. ممكن يجي رئيس غيره يغير كل اللي هو عمله. عادي. اشخاص. انا ليه يا رأيي. انت ليك رأييا ليه وجهة نظر. انت ليك وجهة نظر. فعشان كده بنقول ان احنا بنعترض على كلام ترامب. اه بنعترض. ليه? لان كلام ممكن يتغير. ممكن يطلع كلام احسن منه. انها بنقول كلام الاله ما ينفعش يتغير. لان مش هيطلع في اله احسن اله اللي موجود. لهو اله واحد. ما هيحصلش مسلا السنة الجاية هيحصل انت خبته يجي اله جديد هو الاله واحد لا يتغير سبحانه وتعالى. كدلك انت مسلا كان اصراني. انت عندك الصالة مسلا كل يوم حد الساعة تسعة. ايه رأيك لو قولك طب ما تخليها مسلا يوم الخميس بالليل تخرجه ومش عارف ايه وتروحه الكنيسة. هل هتعمل؟ لا مش هيحسن. طب لو انا طلبت منك كده. لو قلت لك على فكرة الله ده يوم الخميس بالليل احسن وتجوي بقى جميل وكل حاجة. هتقول لي ايه? هتقول لي موضع فرش نقاش ده نديني بيامرني بكده. فحتى لو انت وجهة نظرك احسن او اوحش او او الموضوع عندي منتهي لان ده تشريع جاي من اله. فعشان كده ان كلام مش منطقي ان انت تقول انا هحط وجهة نظر بشر في وجهة نظر اله حتى لو انت مش تقوم بالاله. انما الفكرة لا تتغير فانا كمسلم مهما ترامب ده حاول وفكر عمره ما هيصل الى مكانة الالح عندي. وانا بالنسبة لك المهما فكرت ووصلت مش هوصل لمكانة الالح عندك. وبالنسبة اليهودي وهكذا وبالنسبة لكل المعتقدات. فاذا فكرة ان انا احط كلام شخص اقرنه بكلام اله كلام مش منطقي. لا زي بقولك لا اسباب كتير ان الاله لا يتغير كلامه لا يتغير شريعته لا تتغير. الاله سبحانه وتعالى نفسه لا يتغير لا يموت. اه اقدره ثابتة قوانينه ثابتة. هذا كلام مش منطقي مقرنة بشر باله.